تعالوا بقى أحكي لكم قصة الشاب السنغالي اللي قالب السوشيل ميديا بمعنى الكلمة واللي حسابه وصل في أقل من شهر ركزه في أقل من شهر دي لأكتر من 80 مليون متابع رقم ضخمه كبير قوي يا جماعة وكمال في المدة قليلة جدا قاب هلام عنده 21 سنة كان بيشتغل إيه؟ بيشتغل عامل في مطعم وفي يوم وليلة قرر إنه ياخد مجموعة من الفيديوهات اللي بنقول عليها مثلا تيبس لكن هو من وجهة نظره هو بيشوفها إنها معقدة فقرر إن هو ياخدها ويشرحها ويبسطها ويعلق عليها بحركة واحدة بس من غير لا يفتح بقه ولا ينطق بكلمة ولا يعمل أي حاجة هو بس يجيب الفيديو ويعمل عليك صامت ساكت قامت ما بيتكلمش في يوم وليلة كل الصحف العالمية بتتكلم عنه بجد يعني معنى الكلمة مفيش صحيفة ما كتبتش عنه مفيش صحيفة ما تكلمتش عنه وكل الناس كانت بتتنقل أخباره ولما اتسأل إيه سبب حب الناس ليك قال إنه وشه وتعبيراته بتخلي الناس تضحك يا ريتك يا أخي تضحكنا على طول اعمل كده براحتك بس المهمة تخلينا مفتسمين